في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الحديث تحاول حملة المرشحة هيلاري كلينتون أن تتهم المرشحة الجمهوري دونالد ترامب بعلاقة مباشرة وسرية مع موسكو روسيا لو كنت تسمعين أمل أن تجد الإيميلاات الثلاثين ألفاً ضائعة وبتصريح مثل هذا أثار ترامب في الصيف الماضي الشبهات بدلاً من أن يبعدها خصوصاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن ترامب بلهجة إيجابية أكثر من مرة لكن حملة كلينتون الرئاسية تستغل أكثر علاقة الرئيس السابق لحملة ترامب بروسيا وشخصيات أوكرانية مقربة من الحكومة الروسية كان الكشف عن هذه العلاقة سبباً في الاستغناء عن خدمات بول مانافورد وتبين الآن أن مكتب التحقيقات الاتحادي بحث عن علاقة وطيدة بينه وبين روسيا لم تكتفي حملة كلينتون بذلك وتقول الآن أن هناك كومبيوتر في مبنى ترامب بنيويورك وكان على اتصال معاجهات في روسيا حملة كلينتون وصفت الاتصال المحتمل بأكبر دليل على علاقة سرية ومباشرة بين حملة ترامب وروسيا وطالبت الـ FBI بالتحقيق في هذا الخط المباشر من ضمن عملها في كشف تفاصيل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لا أعرف بوتين ولكن لو توافقنا فهذا جيد ولو توافقت الولايات المتحدة مع روسيا وضربنا داعش فهذا جيد أيضا من الواضح أن ترامب عانى من هذه الشبهة لكن هيلر كلينتون تعاني أكثر من فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بها وقد اكتشف المحقيقون 650 ألف رسالة في كومبيوتر تستعمله مساعدتها وزوجها المشتبه في أنه تحرش بقاصر فيرغانم العربية واشنطن